يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدولة حيث دخلت عبر المعبر اليوم 150 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وأربع شاحنات وقود فضلا عن سيارات إسعاف مقدمة من السعودية والكويت كما وصل من الجانب الفلسطيني عبر المعبر دفعة جديدة من المصابين والجرحة يجري نقلهم تباعا للعلاج في المستشفيات المصرية إضافة لوصول أعداد جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية الذين يغادرون غزة في طريقهم لبلدانهم هذا ومن المقرر أن يتفقد معبر رفح جدا عضواني من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة السفيرة الأمريكية اشتركوا في القناة